مرحبا حبايبي فيكم برج الحوت. شوف طاقتك اول شي هاي فترة في عاملة. عم بيكون في حظ. عم بيكون في مال. يمكن كار ما عم تتحقق. كارت جدا رائع. يعني هاد اروع كارت ممكن يطلع لك. خلينا نشوف على شو نختار ورق. لانه كنتو حابين انه او في حدا بعكلي انه غيري الورق او حاولي انه تستعملي ورق تاني ما بعرف ليش. اه انا كنت استعمل هداك الورق عشان انتو تكونوا معاي الصورة عشان يعني تفهموا معاي لانه خلاص تعودنا على هداك الورق. القراءات الخاصة بستعمل ورق تاني. اللي يعني بيكون صعب انكم تتواصلوا معاي في. اه خلينا نشوف ازا لبرج الحوت. ايش نخبي لك يا برج الحوت الطيب. برج الحوت بيضله يعني يفكر بعقله بعقله بالاخير ياخده القرار بقلبه. هو عنده اثنين شغالين بس ما بعرف. هو هو شخص كتير رومانسي. طبعا بنت الحوت مختلفة عن بنت عن شاب الحوت. تقريبا عم بيكون كل الابراج البنت عم تختلف عن الشاب. في رأيي انا الجوزاء هو الوحيد اللي الجوزاء بنت وشاب نفس الصفة. فممكن يكونوا مناسبين لبعض. اه ما علينا. خلينا اول شي نقرأ بشكل عام. بعدين بنشوف شوي على عاطفة. برج الحوت. عم بتكون طيب زيادة هاي الفترة. اوه. عم بتحاول توازن ما بين الروح. ما شوفوا هون. هون مبين يا برج الحوت انك عم تلعب مثل لعبة مع ناس عم يلعبوا اساسا معاك. مثل عم تاخدهم على قد عائلهم عم تحاول تمسك عليهم ممسك. هم نفس اللعبة عم يلعبوا معاك. انا بحكي على بشكل عام يعني انتو بتعرفوا السيناريو اللي بناسبكم. ولكن انت داخل في لعبة. انت كأنه ساعة بتنتصر ساعة بتخسر. والطرف الثاني نفس الشي. ولكن انا شايف الاكتر ما صر عندك انت. يعني في النهاية انت اللي رح تنتصر. يعني هاي اللعبة ما رح تدون طويلا. شعارفي شو هاي اللعبة. انت اللي بتعرف قصة بس. اه شايفة هون انه من شايفة انه في عائق قدام موضوع انت بدك اياه بدك تحققه. اكتر اشي ممكن يكون عملي او اه يعني له علاقة في المال والعمل. موضوع ممكن تسافر له. مبين في عندك يعني اكتر يعني البعض خلينا نقول في عندهم سفر على عمل او سفريات اللي هي رايح جاي على عمل. اه في كمان بيقولك انه ممكن تلتقي بشريك حياتك للي ما عندهم شريك حياة في واحدة من هدول السفرات. لكن في عائق قدامكم. اه قدامك انت يعني مش في العلاقة. لا انا شايفة العلاقة ماشي منيح. بالنسبة للعزاب انا بحكي ما بحكي لل للفئات الثانية. العزاب طبعا هم الغير متزوجين او مطلقين او رامل. اه فشايفة انه. هذا العائق رايح. مش يعني مش ضايل هذا العائق. اه كمان هون طلع عنا ممكن يكون طرف ثالث ما بارف. بس انه هذا العائق رح ينشال وانت رح تكمل طريقك. وطريقك طويلة. ولكن ممتعة يعني. كأنك انت بتحب الاشي اللي بتعمله. كعمل كاة بتحب الاشي اللي بتعمله ما ما عم تشتغل اشي غصفا عنك يحوت. عم بتعمل الاشي اللي انت او بتسعى للاشي اللي انت بتحبه. في ولادة يعني في ناس عندهم اساسا ولادة هذا الشهر او حمل حتى. اه وفي منهم لأ بداية جديدة لمشروع بداية لشغل انتقال من عمل لعمل انتقال من مسكن لمسكن. فرح بهذا الموضوع توازن. زي اللي اشي كان ناقصك وخلص بطل ناقصك او وصلك. شي كنت استنى وصلك. شايفي هون قلتلكم هون في موضوع عم بيكون في عائق. فعم بشوفك انت والشريك مهما كان الشريك يعني اه عم بتحاولوا تبعدوا او تطلقوا الطاقة الطاقات السلبية اللي كانت حواليكم. عم بتكونوا يعني انضاف مع بعض. مش انه انضاف يعني. عم بتكونوا على على ثقة كل واحد على ثقة بالتاني بالمستقبل. عم بشوف هون بيت يعني صح مكركب شوي بس. اه كمان مش بس بيت هون. اه ممكن يكون تفسيره الكارت. شوف انت عايش بين عالمين. ممكن تكون عايش بين عالمين. اه عالم وهمي خيالي. اه طبعا احنا بنعرف انه كمان برج الحوت حالم يعني كتير بيحب التخيل كتير بيحب وبتزبط معاه يعني احيانا اللي بتخيله بيصير حقيقة عن جد. فكتير حالم كتير يعني بيحب الحياة الابيض والاسود. بيحب اه ايام زمان. بيحب الاغاني الاديمة مسلا. اه عنده صور هيك وردية لكل شي في مخه. عنده دايما نظرة معينة. خلينا نقول مش وهم يعني بتشبه الوهم او كزا. وفي عنده الواقع اللي هو عايشه. فعم بعيش دائما بين عالمين. هون عم بيكون في عنده عالمين في حياته. لكن بشوفه هون عم هدول كتير مرتبطين في بعض. عم بيكون عنده توازن اه كبير. بيحكيه لك هون الرغبة الحكمة والعائل. هدول التلات اللي هم رح يكونوا يسببوا لك النجاح بالفترة الجاي او يسببوا لك النجاح ممكن. حلو النجاح والنجاح. على نفس المهم. اه في هذا الكرت انا بشوفك كتير بالناس يعني بشوف فيه ناس كتير عم بتكمل دراستها من برج الحوت. عم يمكن بتدور منها. كله ماشي على المجاح. انا حاسة. اه من الورقة بيّن انه انت فعلاً عم تبدو الجهد كبير في هذا الموضوع ورح تلاقي نتيجة حلوة. ازاً هذا كان بشكل عام. حلينا نشوف نلقي نص زراع العاطفة. مش عارفة شو نستعمل بالعاطفة. نفس الورقة هذا. اللي استعملنا الطيب. بالعاطفة يا برج الحوت. شو ممكن يبيّن معانا? حلو. ستة سبعة ثمانية. فيه بتيسير بأمورك حبيبي برج الحوت. بعدين ثمانية. ثمانية. فيه تطور روحاني عندك وعلى جميع يعني المجالات الحياة عم تكون مش بس العاطفة. لكن احنا هون مركزين على العاطفة. فتحنا على العاطفة. وكارمة. يعني لأ منيح برج الحوت. برج الحوت والدلو طلعونا الحمدلله. طيب. اه في هذا الموضوع. انا بشوف انه شوف يا برج الحوت. ما عم يطلع. اه اوكي هي طلع. اه فيه عندك تدرج في الموضوع. شوف انت ستول حبيب. كان بناتكم تجريح. كان بناتكم اللي هو معركة. متل معركة خلينا نقول. يمكن المعركة اللي قلنا عنها قبل شوي. اللعبة اللي قلنا عنها قبل شوي. اه هاي المعركة كانت يعني عن جد اسلحة كبيرة. عن جد كانت انه كتير رعصبته على بعض يمكن مشاكل كانت كبيرة. مش شوي. ولكن هاي المشاكل آآ خلينا نقول يعني بدافع الحب. هاي كلها رح تنقلب لحب لمثل ما انتو شايفين الكبسة دولة آآ بيعبروا عن الحب يعني كلها ياتهم. بعدين يعني حتى الرقم آآ جدا حلو. فعم بشوف انه الحرب بتكون اول اشي عن جد حرب بناتكم. عن جد فيه متل مجاكرة بناتكم. متل ما بعرف اخدوا عطا طريقة آسية طريقة مش حلوة. ولكن هذا كله آآ بيقلب لحب. بيقولوا ما في بعد الاش? ما في مش عارفة. ما في بعد الحب الا العداوة. ما في حب الا من بعد عداوة او العكس ما بعرف. يعني فهيك معنا. آآ هلأ مبين انه نفس الشي قلنا ثمانية ثمانية آآ ف شايفيتك انت الحلم بالنسبة للطرف التاني مع انه مش مبين مع انه عم يعني عم بيوصل لك اخبار غلط. ولكنك انت الحلم تبعه. انت آآ مثل فارس احلامه او فتاة احلامه. آآ عم بيشوفك بالحلم بطريقة يعني خيالية عم بيتخيلك كزوج او زوجة. ما عم بتخيلك يعني اشي عابر او كزا. وعم بيشوف هاد الاشي بتحقق. هاد الاشي يعني آآ بلف بلف وبتحقق. شايفي انك آآ عم التواصل الرحاني عم بيكون كتير عالي بينك وبين الشريك يعني آآ انت مش بحاجة انك تعمل التخاطر اللي هو طريقة التخاطر. انت بس تغمض عيونك وتتخيل الموضوع بيوصله. او مجرد ما انت تفكر للطرف التاني بيفكتر فيك. والعكس صحيح. بالقراءات العاطفية بتكون عكسية عادي. على النوع عامة. آآ شايفي انه الطرف التاني رح يصبر 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 لكن مرة واحدة رح يكون فياري ناري مرة واحدة آآ رح خلف. ينهي هاي اللعبة يزهق منها ويروح لعندك. لكن هادا انا بقول لك هادا مش آآ بهاي الفترة ممكن تكون بعديها باسابيع او بعديها بايام. ممكن بعديها بست ايام. وست اشهر لا حرام مش ست اشهر. آآ يعني المهم. آآ بشوف هون الحب كيف بتطور. الحب عم بيكون اول شي من سبعة لتمانية يعني. اللي هو صغير لكبير. عم يكبر الحب بناتكم. انتم فكرين باوقات البعد عم تنسوا بعض. انتم باوقات البعد عم بتحبوا بعض اكتر. او مع الوقت شو ما كان حالتكم عم بتحبوا بعض اكتر. بالنسبة للطاقات عم بتكون آآ هوائية مائية. ونارية. طبعا عادي جدا اللي برجة ما بين او كزا يعني هاي بتصفي طاقات بس. آآ طيب حبايبي نشوف ازا في نصيحة. شو ممكن تكون هاي نصيحة لبرج الحوت. لا. آآ كرتين طلع لك اكتر. شوف واحد عادي واحد مقلوب. خلينا نشوف ايش هم. آآ بيقولوا لك انك شوي مش عامل كنترول حاليا على حياتك. ما بحكي عن العاطف يعني ممكن اي اي مجال في حياتك. ما عم تقدر تعمل توازن كنترول فبيقول لك اعمل كنترول على حياتك. انت شوف موجود هون في هذا القارب وين مشي القارب بيمشي. ما عندك مشكلة يعني الظروف هي اللي عم تمشيك. بقول لك انت حرك الظروف اللي حواليك. مش العكس. آآ هون شو كان هادا الكرت? هون ياريتو ايجا يعني مقلوب كان احسن من معنى. بيقول لك هون انه في اشخاص يمكن هدول الاشخاص آآ عم بيوصلوا لك امور مش صحيحة وعم تمشي عليك. عم تمشي مع عليك الكزبة او لكن هادا مش الشريك هدولا اكتر هدولا اشخاص عم بيوصلوا لكلام آآ مش صحيح. يمكن يكونوا نصابين يمكن. ما بعرف بس انه طلع لك الكرت مقلوب. حبايبي برج الحوت. بتمنى انه هذا الشهر يكون ايجابي حلو آآ اه تحقق وفي شوي من امنياتكم. آآ بشوفكم حبايبي بالفعل.